حياكم الله في أولى فقرات حلقة الليلة من برنامجنا تعد جائزة الشارقة للعمل التطوعي هي الأولى من نوعها على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم العربي التي تدعم وتشجع الجهود التطوعية من كافة جوانبها دون تخصيص وهي فرصة فريدة لتكريم كل من قدم جهودا وأفكارا ومشاريع تطوعية دون انتظار المقابل منها بل وتحفيز كافة القائمين على دعم وتعزيز الجهود التطوعية بمختلف مجالاتها في دولة الإمارات العربية المتحدة عن جائزة الشارقة للعمل التطوعي سرنا الترحيب بضيوفنا في الاستيديو الأستاذ عيسى هلال لحزامي عضو مجلس أمناء جائزة الشارقة للعمل التطوعي والأستاذ فاطمة لبلوشي عضو مجلس أمناء جائزة الشارقة للعمل التطوعي مساكم الله بالخير وحياكم الله معانا من يديد مساكم الله والنوم وشاكري لك الله يحافظكم أستاذ عيسى بابتدي وياك حدثنا عن الجائزة جائزة شارقة للعمل التطوع متى نشأت هذه الجائزة ما هي أهداف هذه الجائزة في البداية طبعا أنشأت في سنة 2001 مرسوم صادر من صاحب السمو الشيخ دكتور سلطان مرحوظ غاس بحكى الجمارة الله يحافظه طبعا جمالية الجائزة يتعكس البعد الإنساني لصاحب السمو هو أول من قدر الأعمال التطوعية على مستوى العالم العربي أنه في 2001 وما سبقتها أي جائزة هي في المقام الأول جائزة تقديرية للأعمال التطوعية دائما مثل اللي يطوع رغبتها منه في تقديم عمل يخدم فيه مجتمع ولكن دور منه أن يكرمه طبعا دائما ما يسعى للتكريم مفترض أن الجهات الحكومية ومؤسسية التي من خلالها يساهم ولكن صاحب السمو اردتها أنه لا أن يكون في مضلة وجائزة ومجلس أمنا ولجهة التحكيم أن نتكرم وتحصل الجهود هذه أنه نتكلم إن شاء الله عن الفئات وحتى مثلا نظام الجائزة عاطي الحق للمجلس الأمنا تكريم الناس لا تقدمت للجائزة تقديرا منها إلا دورنا وهي عبارة عن جوائز تقديرية نحن نرى حاليا بعض الفئات التي تكرمها الجائزة الجائزة الشارقة العمل التطوعي ولكن دعني أتوجه بسؤال إلى الإخت فاطمة الناس تتسائل نعلم جميعا غالبية الناس تعلم كل من سمع عن الجائزة يعلم بأن الجائزة تكرم كل عام مجموعة من المتطوعين مجموعة من المساهمين في الأعمال التطوعية دعني نتعرف بشكل مفصل من تستهدف الجائزة وما هي الفئات التي تكرمها الجائزة طبعا الجائزة تكرم كل من له دور في العمل التطوعي سواء كان شخص أو مؤسسة أو شو ما كان صنع فرصة تطوعية أو من قام بدعم هذا العمل التطوعي أو الفرصة التطوعية وكذلك تكرم منه له دور في التطوع كدورة متطوع في هذه الأعمال التطوعية سواء كانوا مؤسسات حكومية أو مؤسسات خاصة أو أهلية أو أفراد أو حتى أسره والطلاب كذلك وليفرق التطوعية ما هي مجالات المشاركة في هذه الجائزة؟ مجالات المشاركة هي صناعة الفرصة التطوعية ومجال دعم الأعمال التطوعية ومجال المساهمات في الأعمال التطوعية جميل السيد عيسى أرجع لك مرة ثانية أعتقد أن الجائزة انتهت من تحكيم الدورة القادمة التي ستكون الدورة الرابعة عشر للجائزة م شاء الله الجائزة أكملت أربعة عشر عاما وكأنها بدت يوم أمس في الحقيقة عام بعد عام وهذا التكريم الذي يحرص سيدي صاحب السمو حاكم الشارق الله يحفظه أو حتى سيدي سمو ولي العهد كذلك الله يحفظه أو كذلك سيدي سمو نايب الحاكم كذلك الله يحفظه على الحضور وعلى تحفيز المشاركين وعلى تكريمهم وعلى كذلك تقديم الثناء لهم على الجهود التي قدمت تحدثنا عن السعدادات كيف وجدتوا الأعداد المشاركة في هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة في البداية كم أشهر إجابة كبيرة أن المشاركات المحلية تحديدا زادت بنسبة 127 في المن ما شاء الله وصلنا لغاية تقريبا 159 الشيء المفرح أن مشاركات طلبة المدارس تقريبا 75 مشاركة الأمر هذا في الإقانة مع صاحب السمو والله يحفظه كان لتوجيه أن أبغي تكونوا الحريصين على زر حب التطوع في الطلبة صحيح فحتى يوم قلناها طول عمر ما شاء الله عدد المدارس كبير قال مسعد أكرم من كل مدرسة واحد صحيح في الحقيقة في المتقدمين للجائزة لهذا العام من وجهة نظرك ما سبب هذا الزياد والله في المقام له التوفيق من رب العالمين صحيح ومجهود صراحة يعني مثلا الدعم صاحب السمو في المقام الأول يعني شوف نحن ممكن بحكم عمل يعني ساهمتي في أكثر عمل تطوعي في الليمارة يعني نحن عايشين بقول لك في أسرة يعني صاحب السمو الله يحفظه شيخة جواهر يحفظها يعني سبحان الله تعرف جوانب غطتنا صاحب السمو جوانب غطتنا شيخة جواهر يحفظها صحيح فعايشي كان أب وأم صحيح ففي كل مجال تلاقي سبحان الله الرعاية هذه توفرت صحيح فمن خلال يعني مثل المجلس وتلاحظ نصة رجال ونصة خواتر السيدات فكل مجموعة اشتغلت على فئة صحيح وبتدينا يعني ننشر ممكن نختيموانيواننا في العضوة في المجلس عندها ما شاء الله عليها قدرة للتواصل الاجتماعي جميع الوسائل صحيح فساهم شكل كبير وكذلك نحن مجهود ذاتنا الشخصية ومن خلال الإعلام أيضا بدرنا نعم من خلال الورش اللي عملناها هي نعم وصلنا لكل مناطق الشارجة ماشا والمنطقة الوسطى وطلبة صحيح رغم أن الجائزة أصلا تشمل دولة الإمارات واعتقد ليست مقتصرة فقط على الدولة صحيح نحن عندنا ترتيب بعض الأوراق أننا نركز قد ما نقدر في البداية أن ننتشر على المستوى الإمارة لأننا لها أهداف سامية من صاحب السماء أكيد صحيح فمرحلة هذه أننا بنشتغل على أن المستوى المحلي صحيح الجائزة كانت لها أفاق دولي كبيرة اشتهرت على مستوى العالم الشخصيات التي تم تكلمها في السابق شخصيات تشار لها بالبنان ولكن الأوضاع تتغير بين فترة وفترة أولى أن نهتم في نشر الثقافة هذه بين المجتمع الإماراتي ومجتمع المدينة الشارجة بصفة خاصة وليوم نتأكد أن العملية هذه مثل ما وجه صاحب السمو تحققت هذه الساعة نعيد نرتب وراقنا مرة ثانية وبطريقة مبتكرة لأن تعرف من 2001 الجائزة صحيح وتقريبا المسميات طبيعة الحال الأنشطة والمسابقات قريبة من بعض تغييرها كان محدود ولكن الآن فيه إضافات وفيه إضافات نعم صحيح أخي فاطمة أي الفئات التي ركزت على مشاركتها أو تركزت المشاركات المتقدمة للجائزة من خلالها وما هي الأعداد حثينا على الأعداد لاحظنا الزيادة في المشاركات بالنسبة للطلاب لأنه وصلنا تقريبا لأغلب المدارس الشارجة وكذلك بالنسبة للأفراد كون أن أعداد المتطوعين دائما يغلب على أعداد العمال التطوعية فتلقى الأفراد كون أنهم مشاركين فيغلب عددهم في المشاركة صحيح فكانت نسبتهم هي الأكثر في المشاركة تقريبا خذت 60% من عدد المشاركات ما شاء الله جميل ذكرت أخي سنقضى في غاية الأهمية ذكرت بأن الجائزة نعم هناك مجال التقدم لنيل هذه الجائزة من قبل الأفراد والمؤسسات لكن هناك شخصيات تنال جوائز تقديرية مجلس ومناء الجائزة يختار هذه الشخصية نظرا لإسهاماتها في مجال العمل التطوعي أو دعم الأعمال التطوعية فكيف الآلية التي تم من خلالها اختيار مثل هذه الشخصيات ونشوف نحن المبدأ مبدأيا إن شاء الله سيكررون في الجائزة من خلال اختيار الأخوة والأخوات في المجلس 47% يعني مثلا الفئة المتبرعين بالدم حطينا بعض المعايير أنه مثلا اللي يعديها الكثير مثلا 30% يتم مثلا تكريمة فيها دائما غايبة عن الناس لكن لها دور أساسي مغسلين مغسلات الموتى أكيد صحيح عرفت ففي مجموعة صراحة من الأسماع بتكون إن شاء الله بتأخذ حقها لأن هذين الناس يشتغلون بصمت ولا يردون لا جزاء ولا شكور ولكن واجب علينا بتوجيهات راحة بالسمو أنه نوصل للناس اللي ما يحبون إيش يظهرون مجهودهم أو يبوني مثلا يطلعون ويتكرمون وهذا حق يعني مشروع لهم ولكن شيء واحد نعرفه حقا مسلة بعد يعني ما حتاين نقول اسمه وأنتو عارفينه بعد لا هذا أخذ نصيبه يستاهل محمد كل خير يستاهل أكيد بس التحكيم مش تطوي صحيح صحيح جميل جدا طيب أنتقلت يا أخت فاطمة الفائزين إن شاء الله في هذه الدورة كم عددهم كم عدد المكرمين بالاختيار من الشخصيات عدد الفائزين 46 شخص منهم 14 طالب بالنسبة للمكرمين اللي تم اختيارهم من مجلس الأمنة عددهم 47 وبعد نحن اخترناهم من خلال أن طلبنا ترشيحات من المؤسسات فاختصرنا هالعدد لما صار 46 مطابق للشروط والضوابط ها ما شاء الله جميل جدا طيب متى قررت وتكرمونهم ومتى راح يتم الإعلان عن الشخصيات المكرمة نعم بغي تخصونا بخبار حصرية يعني ما يستوي بعد خبر الحصر لنا الأولوية بداية مارس التكريم إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله واختيار الشخصيات أعلنتوا عنها لا ما تم الإعلان لا ما تم الإعلان ما تم الإعلان هذا يكون إن شاء الله في مؤتمر صحفي إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله كيف راح يتم تكريمهم يعني هل اخترتوا المكان اللي راح يتم تكريمهم من خلاله أو لحد الآن أنتوا في طور الإعداد لا نشوف الحمد لله فضم رب العالمين حيثنا فترة شغالين على موضوع التجهيز الحفل والجميل إنه حتى الحفل عليه لمسة تطوعية أستدعينا كالفوني بتشكيل فريق لخت عفاف كلمتي بتشكيل فريق واخترت يمكن ثمانة أشخاص من الشباب والشابات واللي بصراحة يعني يمكن يبتهم للمجلس اجتماعنا وياهم بعدين تولدتهم لخت فاطمة وكل واحد في مجال وياسين يشتغلون حتى تقول لي أحسن شيء سويت بنيت المجلس يبتها المجموعة ما شاء الله عليهم طبعا بالتأكيد هناك مؤتمر صحفي راح يتم من خلال إعلان الجهات سواء المؤسسات أو حتى الأفراد الفائزين والشخصيات التقديرية اللي بتكرمها الجائزة أو أسرة الجائزة الحفل كما هي العادة سنويا نرقام تحت رعاية كريمة من سيدي صاحب اسمه حاكم شارق ونتمنى حضورة طبعا تشريفة لنا إن شاء الله وما يقصر والمكان إن شاء الله سيكون في الجامع القاسم جامع القاسم متميز وجميل وراقي يعني المكان اختيارات أعتقد اختيار المكان لدلالات رمزية بعد يعني والله رمزية وستراتيجية لا ما شاء الله أرى المكان راقي جدا الله أفضل صاحب صراحة لمسة جمالية المكان صحيح يعني مداخل ومخارج والقاعة نفسها ما شاء الله تشلحوا ستمية يوم جهزة بأحدث تجهيزات التي تساعدك أن تظهر الحفل بأجمع صورة خصوصا أن المجلس هذا أول حفل هذا اختبار إلا بعد يعني على بدل استعداد جاهزية أكيد صحيح يعني الجامعة القاسمية نظرا لما تحتوي بين جانباتها من طلبة غالبيتهم العظمى من خارج دولة الإمارات العربية المتحدة أعتقد فرصة كذلك أن هؤلاء الطلبة يعلمون ويعرفون أكثر عن هذه الجائزة ولمن قدمت ومتى قدمت وفرصة كذلك لأن الجامعة أعتقد بتحتضن هذا الحفل إن شاء الله اللي راح يكون مع بداية مارس حسب ما أكدت إن شاء الله جميل طيب اليوم أكيد الناس اللي تابع المهتمين في هذه الجائزة المتابعين لأخبار هذه الجائزة يتساءلون متى راح نقدر نبتدي التقديم للدورة الخامسة عشر لهذه الجائزة إن شاء الله راح نفتح باب التقديم في شهر تسعة من هذه السنة للدورة الخمسة عشر وأتمنى من الكل أنهم يراجعون الموقع الإلكتروني للجائزة على أساس يشوفون الاشتراطات والمعايير من أول ويديد ويجهزون عمارهم للمشاركة إن شاء الله جميل هل تتذكرين الموقع الإلكتروني؟ أكيد هاي زين ياري تتذكرين الناس www.sva.shj.ae جميل بالتأكيد من خلال هذا الموقع بالإمكان التقدم كذلك بطلب المشاركة في هذه الجائزة أعتقد الاستمارات والشروط والمعايير وكلها موجودة في الموقع هذا صحيح؟ الاستمارات موجودة لكن الخطوة الياية إن شاء الله تكون على الدورة الجديدة أنه سيتم تقديمها إلكترونيا عبر على الموقع الإلكتروني بعد هذا شي طيب والسابق ما كان هذا شي موجود صحيح بتنزلون تطبيق لها؟ بنزل تطبيق ذكي إن شاء الله هذه الخطوة القادمة من بعد الموقع الإلكتروني جميل جدا طيب أخي هل كذلك ثنية إضافة فئات أخرى للجائزة في الدورة القادمة؟ والله كل شيء ورد أي شيء أي شيء نشوفه مثلا أو أي شيء نشوفه بتشكل قيمة مضافة للجائزة أو فيها نحن أغفلناها هذا حق علينا نحن دائما إن شاء الله بعد الحفل هذا ندخل في مرحلة تقييم بسنة الإطافة شو اللي ينجزنا بشكل سليم شو اللي كان فيه كسور وإن شاء الله نسع دائما ونقدم الأجمال نحن ما بنفخل على تلفزيون الشارجة فإننا نقول لهم هالشيء إن شاء الله إننا فيه فئة جديدة رح تنضاف من ضمن فئات الجائزة واللي هي سفراء التطوع هم المواطنين من الإمارات مثلا كانوا طلبة أو غيرهم خارج الدولة ويقدمون أعمال تطوعية خارج الدولة نعم ما شاء الله بالعكس هذه خطوة طيبة وتضاف إلى الجائزة بالتأكيد لأننا نحن يعني شفنا الكثير في الحقيقة في سواء وسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها من الشباب اللي متحقين بالضبط سواء في بعثات تعليمية أو حتى في إجازات الصيف أو إجازات الصيف وهذا نموذج إيجابي يعني الحمد لله الدولة دائما نتركز على مبدأ الثواب وكذلك أحيانا البعض يستهل العقاب لأنه يمارس سلوكيات خاطئة صحيح عندما يخرج خارج الدولة والدولة كذلك بعض الأجهود في هذا الجانب الحمد لله أنا سعيد بوجودكم معاي تمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله لقائنا سيكون في الأول من مارس إن شاء الله أو مع بداية شهر مارس إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله يا رب الله يحفظكم كل الشكر والتقدير للأستاذ عيسى الحزام والأستاذ فاطمان لبلوشي أعظام أجازة شارقة العمل التطوعي مع خارج السلميات بالتوفيق شكرا الله يحفظكم سلامكم